بعد انقطاع ما يقارب العامين عن نشاطات المعهد الكليريكي بسبب جائحة كورونا قام الأب خالد جمو يرافقه كل من الشماس مايكل ذيب والشماس يزن بدر بعمل نشاط روحي وترفيهي وثقافي لطلاب الكليريكية في ربوع الأردن حيث تخلل النشاط زيارة لعدد من رعاية البطرياركية اللاتينية في شمال المملكة ووسطها بالإضافة إلى عدة زيارات لبعض الأماكن الأثرية في أونقيس سيدة الجبل ماريلياس جبل نيبو متحف الحكاية وخارطة مادبة وفي ختام الجولة قدم المعهد شكره لجميع كهنة الرعاية الذين استضافوا طلاب الكليريكية ولجميع المؤمنين الذين ساهموا بتقديم المساعدة وتسهيل مهمة طلبة المعهد